بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث لرحمة المهدى يا سادة احنا عن الكلمة النهاردة عن جليس الجليس ده شويتين تلاتة جليس واضح انه هو قاعد يزعجنا طول الوقت عامل كده كبس على نفسنا وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الحسن وجليس السوق كصاحب المسك ونافخ الكير او ده بقى بالذات في اكتر الاحيين عامل زي نافخ الكير صاحب الكير فتلاقي اوقات كتيرة بيحرق عدومنا وبيحرق بيوتنا واوقات كتيرة نشم ريحة في الجليس ده ريحة مش حلوة انت بتكلم عن حد يعني لا تطهر احنا بتكلم عن حالة كده بتحصل لنا لما حصل ودخلت السوشيال ميديا في حياتنا كتير من الناس استبشروا كتير من الناس قالوا الحمد لله عن قرب من بعض بس ما كانوش فاكرين ان اللي هيحصل هيكون صعبة او او حصلت ظاهرة كده مع السوشيال ميديا ان بقى فيه حاجة اسمها هوجة فالهوجة دي تعمل حاجة اسمها الترند اه بتحصل هوجة كده فيبقى فيه ترند واصبح الترند عندي ناس كتيرة هدف وغاية عارف زي ايه زي ما كان الناس هناك زمان يحاولوا يعملوا حاجات كده عشان يتشهروا فيعملوا ضجيج فزي ما كان عندنا زمان انا اسف انا بقولكم اللي الناس بتشعر بيه انا عشان بشتغل بالافتاء انا لازم اقول اللي بيحصل في شعور الناس انا بقول الحالة اللي الناس بيتصوروها بعد ما فرحوا وسعدوا ان الترند دهات ممكن ينشر خير في الناس فجأة بقى الترند في اكتر الاوقات وفي اوقات كتيرة بيقوم بنفس الدور اللي كانت بتقوم بيه الصحافة الصفرة فيما سبق عندما كانت الصحافة ما زالت تمارس دورها الكبير فللأسف اي حد ممكن ينجرف تحت عجلة الترند وما ياخدش باله ما ياخدش باله من الوصايا المهمة اللي جات في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة علشان تحمينا وتحذرنا اننا نقوم مع الترند عارف نقوم مع الترند يعني ايه؟ عشان ما نقعش في الوحلة وعشان قلوبنا طبها ما يتحرقش وعشان ما نتوجعش وعشان ما نتلوث الترند يا سيدة فيه ناس كتيرة فيه بقى عندنا مصطلح شوية انا لازم اتكلم عن الواقع بقى عندنا مصطلح ان فلان بيركب الترند بيركب الترند يعني ايه؟ بيمشي من غير ما يتثبت وسرعة الترند وانتشاره رجع من حاجة مهمة جدا جدا عدم التثبت مش القيمة اللي موجودة في الترند والدليل على ذلك ان احنا لما نيجي نعمل دراسات وانا بتكلم دلوقتي عن الانطباع مش بتكلم دلوقتي عن دراسة انا دايما بقول كده ان المشتغل بالشريعة والمشتغل بالدين اذا ما كانتش بيمارس البحث الاجتماعي هو مش جدير ان هو يكون في هذا المكان فانا بدراستي وبحسي عملت نسبة كده ودراسة كده فيما يتعلق بالترندات وكم الترندات الايجابية اللي حصلت في حياتنا وكم الترندات غير الايجابية في حياتنا رجعت نسبة الترندات غير الايجابية ممكن توصل من بين 75% لـ 80% و20% الترندات ممكن تكون ايجابية طب ايه اللي حصل ايه اللي حصل ايه اللي بيخلي الترندات غير الايجابية تنتشر بكل هذا الانتشار حاجة مهمة جدا عدم التوسق اللي هو ايه فاكرين حديث رسول الله عليه وسلم اني الاناة من الله والعجلة من الشيطان الترند بيعمل كده الترند بيمشي على العجلة فيحصل ندم ولذلك تعالوا نرجع لقوله تعالى واحنا بنسمعه الله سبحانه وتعالى يقول يا ايه الذين امنوا ان جاءكم فاسقهم بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين بس هيين فعبئين ندم بعد ما يكون واحد فاكرين زمان لما كان واحد نفضل نقول عليه ونفضل نقول عليه ونتكلم في سمعته وبعدين يجي له براءة فيطلع براءة فما حدش يسمع ان هو جات له براءة يا ما حصل كده عارفين ليه ربنا سبحانه وتعالى قال تصبحوا نادمين ها مش بس علشان ممكن نكون ظلمنا حد او لم نتحقق من خبر وانما عشان كمان ممكن والعياذ بالله يكون سبب في البعد عن رحمة ربنا سبحانه وتعالى ربنا ذكر في القرآن الكريم ان احد الامور امور اللي بيتسبب دخول بعض الناس الجنة ان هما وكنا نخوضوا مع الخائضين اه يعني كنا بنتكلم مع الناس بنتكلم مع الناس وخلاص من غير ما نتثبت ما هو ده معنى ان احنا بنخوض مع الخائضين ونخوض معهم بلا تثبت ولا دراية علشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يحذرنا ويقول لنا ويحاول يحمينا من ان نخوض مع الخائضين فيوصينا صلى الله عليه وسلم لا يكن احدكم امعه يقول انا مع الناس انا مع الترند انا مع الناس ان احسن الناس احسنت وان اساءوا اسأت شوف واحدة النبي بيقول لنا ايه شوف الحكمة ولكن وطنوا انفسكم ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساءوا الا تظلموا يا جماعة الانسان مكرم وحضرة النبي في حاجة الوداع عمل مثاق لنا في التعامل مع بعض كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فالانسان مكرم وجزء من حفظ كرمته ان احنا وبنتعامل معاه ينتقي الشخص نفسه اللي بيعرض عليه وينتقي كمان اللي بيعرضه على الناس فيختار اللي بيشوفه اللي بينشره ليه ان السمعة والبصرة والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولة فانت مسؤول عن كل ده مسؤولة اللي بيدخل سمعك وبصرك وقلبك وعشان كده كان من من فضل الله على بعض الناس كان يقوله كده ما شيخنا يقوله لما واحد مثلا يعد على حاجة غلط او حاجة حرام فما يشوفهاش فيقوله سبحان الله ده من علامة الولاية ان ربنا سبحانه وتعالى جنبك ان تقع حواسك على الحرام يبقى ان الواحد حواسه متقعش على الحرام ده نعمة من نعم ربنا وعشان كده كل حاجة لها صدى بيرجع لينا زي ما بيأكل الانسان اكل صحي فبيحس بالصحة والعافية ولما بنعتاد ان احنا نأكل اكل غير صحي فتحس بالخمول ولت العافية كذلك لما تتعود على الخوض عقلك بيتملي وقلبك بيتملي بالظلمة او الله العظيم تحس كده ان فيه يعبر الناس يقول فيه غتلمة وتلاقي الانسان حصله افراغ من الانسانين حصله فراغ كده انساني تحس كده انت بتعامل مع الناس اللي بيجروا للترند انه بقى مهزوز بقى انسان مش مستقر بقى مش قادر ياخد قرار انسانيته وتمسكه بالقيم قل فتحس ان هو بيضيع ويمكن حضركم شفته ترندات كتيرة مش عايز انا اقولها كلها كدب وما لهاش دعوه بالحقيقة والناس فهمت بعد كده ان الترند ده ده ترند وخلاص وفتكروا كده اي ترند من الترندات اللي حصلت كده اعطيها راحت واحنا كنا منتصورين ان الناس دخلت في الترند ده عشان دي قضية مهمة ولا طلعت قضية مهمة ولا حاجة ده خبر كاذب وانتشر وانتهت القضية او ناس بتكلم في اعراض بعض وانتهت القضية او ناس حابت تعمل ضجيج وتعمل مسألة من لا مسألة بما في ذلك الكلام في اعراض علماء اموات وقدموا خير للناس وبركة للناس لكن يلا عشان الترند الترند نتكلم في اعراض الاموات ونتكلم كمان في هدم رموز عادي معا ترند بقى علشان كده في عبادة مهمة جدا لازم نتعلمها وقت الترند او وقت ما كل الناس بيتكلموا على السوشيال ميديا من غير تسبت من حقيقة الامور العبادة دي هي عبادة الصمت اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمهننا عشان من اقعش في فخ الترند لما قال لنا صلى الله عليه وسلم عشان يحفظنا من الباطل فقال لنا ايه اللي حاصل فليقل خيرا او ليصمت او قال من صمت نجا وكان من ابرع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كانوا بيطبقوا الصمت ده سيدنا ابو بكر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فماذا فليقل خيرا او ليصمت سيدنا ابو بكر كان عبقاري في ده وسيدنا ابو بكر على فكرة أقرب الناس لرسول الله فكان ممكن يتكلم كتير على فكرة بس اختر الصمت الصمت ليه لأنكم اذا رأيتم الرجل يطيل الصمت فاعلموا أنه يلقن الحكمة وما يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يبقى إلا حاصل يبقى فيه ناس كتير إلا حاصل تجدهم يتكلموا كلام قليل بس لما يتكلموا الناس كلها تستفيد فيه ناس بقى ما بتعرفش تصمت مش بتقدر والله يا جماعة بحس ان هم مدمن أدمن أدمن خلاص مش قادر يسكت مش قادر يمسك النسان مش عارف يوقف الشير ومش قادر يجبت الكومنتاية اللي دخلة في قلبه وشدة من قلبه إنه هو وإيده بتاكله إيده مش قادر يمسك إيده دول عايز أوصيهم أمسك عليك لسانك لأن حضرت النبي صلى الله أمسك عليك لسانك مش لازم لسانك بس أمسك الشير وامسك كمان التعليقات اللي ملهاش لازمة لإني عشان الله صبح و تعالى قال ما يلفظ من قون إلا لدي رقيب عتيد وحضرت النبي قال لي مين فاكرين حديث المسلسل بالمحبة إني لا أحبك يا معاذ فلا تدع في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك قال بقى حضرت النبي لسيدنا معاذ قال له إيه وهل يكبوا الناس قال أَوَإِنَّ لَمُؤَخَذُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بما نقول حضرت النبي صلى الله قال له إيه قال له حضرت النبي فرد عليه قال له سكلتك أمك يا معاذ يا نهر بيد حبيبك يا رسول الله و المسألة جلل المسألة خطيرة فلازم التعبير يبقى كده لأن المسألة مسألة مسألة تتعلق بيه الأمن المجتمعي آه والله أنتو عارفين أنا بتكلم ليه عن الترند والله مش بتكلم عن الترند عشان هو الترند لكن بتكلم عن الترند عشان الأمن المجتمعي أنا الآن أنا حاسس إن إحنا بنفرغ من الداخل و حاسس إن إحنا بنبقى في خطر و حاسس إن فيه ناس كتيرة بتسقط أول ما يعلى الترند فالناس تروح معاه فتقع وهو ده اللي قاله حضرت النبي وهل يكبوا الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخيرهم إلا حصائد و ألسنتهم و بيكبوا في النار كمان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقولك إن الكب في النار ممكن يكون في الدنيا قبل الأخرة و عشان كده خلينا نكون في حياتنا بنعيش بالنور نختار المحتوى اللي بيزدنا فهم و نور و وعي إحنا محتاجين وعي عارف إنت إيه فرض العين دلوقتي على المجتمع كله؟ الوعي تعالوا نشارك في حكمة و نشارك بحكمة و نعيش نطلب الاستنارة مش نعيش بالإثارة لإن إحنا لو عشنا بالإثارة حياتنا عضيعة تعالوا أقول لكم شوية حاجات كده شوية إجراءات ممكن تخلينا أكتر مشاركة في تأمين المجتمع تعالوا أول إجراء أنا شايفه إجراء مهمة جدا لازم نعمله خلي عندك معايير الانتقاء اللي بتشوفه و اللي بتنشره و من أكتر المعايير اللي ممكن تحافظ على كرمتك كإنسان و على قيم هي قيم الرحمة و الخير و الجمال إن أنت لما تجي تختار محتوى اختار المحتوى اللي فيه رحمة و خير و جمال أو فيه شيء من الرحمة و الخير و الجمال فيه إجراء تاني مهم لازم تخلي بالك منه إيه هو إنه مش كل حاجة بتقراها ولا بتسمعها لازم يكون عندك موقف منها لا أنت ممكن تسمع الحاجة وتخمر وتتثبت يعني إيه إيه اللي بيخلي الناس تقع تحت هاجرة التريند اللي بتسمع فتنقل لا يا سيدي واحدة و واحدة ولذلك لازم أنت تكون عندك إحساس بأن أنت مش يجب لا يجب عليك أن أنت تاخد موقف من كل حاجة و ما يجبش أن أنت تاخد تكون مشارك في كل حاجة إيه ده معقولة؟ أو الله ليه؟ لأن في قاعدة مهمة جدا لازم تعيش بيها من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه أقولك حاجة بيني وبينك أنا أنا عمر الورداني بكلمك عن نفسي أنا لقيت حاجة غريبة لما طبقت الكلام حضرت النبي على التريندات لقيت نسبة 90% من التريندات لا تعنيني لا تعنيني خنائمة بين ناس على أشياء أيدولوجية واحد قاعد يتخانق على تعالوا يا جماعة نتخانق على مين الصواب في مسألة كذا 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 وأنا عندي قناعة مبنية على أدل فأنا عايش إيه بتجررني في الخناءة دي ليه؟ يعني أنت عشان تكبر تهزي عقدي وتعزي ديني؟ لا يا سيد أنا مش عايز أشترك في ده أو تعالوا نتخانق على حد مش هنقدر نحسبه لأنه انت أوفى الله يرحمه ولأنه خدم ناس كتير أو هدى ناس كتير أشترك أنا ليه؟ أو تعالوا يا جماعة نتكلم والله في حاجات تتعلق بعلاقات مش مناسبة ما بين الناس أو أخبار عن ناس ما ليه أنا فضايح وأنا مالي كل ده على فكرة لا يعنيني أنت بتعمل ده كله ليه؟ يعني أنه لو سألتك إيه العائد من كل الترندات اللي أنت بتتكلم فيها دي؟ ولو واحد يجيب أشياء خلافية ويثيرها ويقولك أنه ده تخدمة للدين والله أنت ببتخدم الدين أنت بتعمل كده ليه؟ بتعمل الكلام ده عشان تهيج الناس على بعض فالناس تيجي ترد عليك وإنت تدخل ترد عليهم فيبقى الترند يتسع أو تجيب حاجات من الغرائب أنا عايز أقول لكم حاجة توقفوا عن متابعة الغرائب كان الأئمة وعلى رأسهم سيدنا الحسن البصري وغيرهم من الأئمة كانوا يقولوا إيه؟ كان إذا جلس الرجل نكرى أن يخرج أحاسن حديثي يعني إيه؟ نكره أنه يعرض الغرائب بتاعته فما تمشوش ولا غرائب الغرائب ما بتبنيش شخصية الغرائب لا تبني شخصية اللي بيبني شخصية الأشياء المليئة بالرحمة والخير والجمال الأشياء المليئة بالحكم فيه ناس بتنجرف تحت عجلة الترند وبتكون مجرد تفريغ الضغوط وما تحاولش تفريغ الضغوط عن طريق الفراغ فرغ الضغوط بأنك تعمل شيء أنت بتحبه شيء إيجابي شيء يبني وده المسألة الثالثة الإجراء الثالثة اللي أنت لا تسمع لترند إلا إذا كان بيساعدك على بناء شخصيتك وعشان كده ما تفرغوش نفسكم من إنسانيتكم لما بتشغلوا نفسكم بتوافع الأمور والله التوافع دي بتعمل إيه؟ بتهدك الحياة أنا أقول لكم حاجة واحد قعد يبص في الترند الترند وقعد في الحمام فقعد في الحمام ساعتين قبل ما ينام يقولك أحلى عشر دقيقة تشوف الترندات فيها الثلاث ساعات اللي قبل النوم فبعد ما كان بينام الساعة 11 ولا بينام الساعة 10 بقى بينام الساعة 3 فبتضيع منه صورة الفجر وبالدعم إنه حياته ويقوم كسلان خبيس النفس اشغلوا نفسكم بالقيم وبالمهارات وبخدمة الناس واسمعوا أحبابكم كلام يطيب خاطرهم ومرسوا هواياتكم الهوايات هتموت تحت الترندات طلعوا منتجات جديدة تزود حياتكم نور وبركة وخير ساعتها حياتكم هتبقى مليانة سعادة وبهجة بحق وحقيق يا سادة احنا محتاجين نمشي وراء الإجراءات دي وانا بقولك صدقني الترندات 90% منها احنا مش في حاجة إليه احنا في حاجة إلى حاجة تانية محتاجين أجينا إلى بناء الشخصية وعلى فكرة هتلاقي حيات كتيرة جدا جدا ما كانتش ترندات بس مليانة وأنت وانت يعنيك أن تتقدم يعنيك أن تسعد يهنيك أن تقترب من الله سبحانه وتعالى في كل نفس من أنفاسك فيا رب جعلنا دوما نحرص على ما ينفعنا ونبتعد عن كل شيء يؤذينا ويستهلك حياتنا ويوجعنا ويصيبنا بالاضطراب ويصيبنا بالقلق وخاصة في تجارة رائجة في الأيام دي يا تجارة الألأ يا رب حفظنا من كل ما يبعدنا عنك وينزر غشاوة من السواد أو من القلق أو من الواجع على قلوبنا جعلنا يا رب في حماك على الدوام ويلهمنا رشدنا والحكمة يا رب العالمين يا أكرم الأكرم بعد الفاصل عن نلتقي بحضراتكم ونلتقي بأسئلتكم المباركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بينامج ولا تعسروا ولكن بعد الفاصل